ثلاث هجمات على قواعد أمريكية وشركات نفطية أجنبية في العراق خلال 48 ساعة فقط مؤشر جديد كما يراه المراقبون على تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران التي يبدو بأنها أعطت الضوء الأخضر ليوكلائها في العراق لاستئناف التصعيد ضد المصالح الأمريكية اليوم تؤكد عمليات نينواء سقوط صاروخ كاتوشا على مجمع القصور الرئاسية في الجانب الأيسر للموصل حيث تنتشر قوات أمريكية وبالأمس هجوم مماثل بثلاثة الصواريخ كاتوشا على قاعدة التاجي شمالي بغداد التي تتمركز فيها قوات أمريكية أيضا لكن دون خسائر بشرية وفي محافظة البصرة جنوبي العراق قصفت مقرات لشركات نفطية عملاقة مثل شركة اكسوموبيل الأمريكية بالصواريخ نفسها ما أدى إلى إصابة ثلاثة عمال عراقيين بحسب الشرطة القوات الحكومية والمسؤولون الحكوميون يسارعون للتصريح بأن الصواريخ المستخدمة في الهجمات على مواقع أمريكية هي صواريخ محلية الصنع في محاولة لنفي حقيقة أن تلك الصواريخ إيرانية الصنع تملكها ميليشياتها التي تسيطر على المشهد الأمني في العراق بينما تتململ الحكومة بين ضغطين أمريكي وإيراني لا تقوى على التخلص من أي منهما رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي صرح في مقابلة صحفية خارج المألوف ورد على الحكومة والميليشيات حين أكد أنه لا يمكن اتهام جماعات إرهابية بإطلاق الصواريخ في بعض مناطق العراق لأن هذه الجماعات لم يعد لها وجود ميداني في منطقة معينة إذا تطلق صواريخ ما أقدر أن يأتهم صراحة جماعات إرهابية مثل داعش أو القاعدة لأن ما لهم وجود بها وكالة رويترز للأنباء نقلت في وقت سابق على المسؤولين إيرانيين وآخرين غربيين أن إيران تزود حلفاءها في العراق بصواريخ باليستية قصيرة المدى وهو ما من شأنه تفنيد المزاعم الحكومية بشأن الهجمات الأخيرة وفيما يخص رد الفعل الأمريكي فإنه ما زال قولا دون أي فعل وهو ما شجع طهران على تصعيد فعلها العدواني فإدارة ترامب تكتفي بتوجيه أصابع الاتهام لإيران وأذرعها بشأن الهجمات على مصالحها ومصالح وكلائها في العراق والخليج العربي وتطلب من طهران وقف استفزازاتها ثم تدعوها للتفكير في بدء مفاوضات جديدة قد لا تتعدى إعادة تشكيل النفوذ في المنطقة بين الطرفين